موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانتكات قررت جمهورية البيرو اليوم الخميس سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان الوهمي معبرة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وعبرت البيرو في بلاغ صادر عن وزارة العلاقات الخارجية عن احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية وكذلك لمخطط الحكم الذاتي المتعلق بهذا النزاع الأقليمي حول الصحراء المغربية وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المحادثة الهاتفية بين وزير العلاقات الخارجية البيرو في ووزير الخارجية وفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية وتعاون الأفريق والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية ترحب بقرار جمهورية البيرو صحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي تم قبل سنة ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي زابوريجيا أكبر محطة لطاقة نووية في أوروبا هذه المحطة تعرضت في الأسابيع الماضية لإطلاق نار وهي موضوع نقاش بين روسيا وأوكرانيا حيث حذرت موسكو اليوم الخميس من مخاطر حدوث كارثة نووية تفاصيل أوفا في تقرير لأمينة الصياد لنتابع تحضيرات وتنبيهات بين أوكرانيا وروسيا حول أكبر محطة نووية في أوروبا محطة زابوريجيا في جنوب وسط أوكرانيا والواقعة تحت سيطرة القوات الروسية منذ فبراير الماضي تعد نقطة حمراء في الملف العسكري بين البلدين روسيا حذرت من مخاطر وقوع كارثة نووية في المحطة متهمة أوكرانيا بالتخطيط الاستفزاز خلال الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن المحطة قد تغلق إذا واصلت القوات الأوكرانية قصفها في خضم ذلك دعا جوتريش إلى وقف جميع المعارك بالقرب من محطة زابوريجيا في حين لا يزال الطرفان يتبهدلان الاتهامات رياح وعواصف رعدية مفاجئة تسببت في مصر عدة أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف رعدية عنيفة دربت جزيرة كورسيكا هذا ما أعلنت عنه السلطات المحلية في المنطقة وتشهد فرنسا مؤخرا هبوب عواصف رعدية شديدة إثر أشهر من الجفاف تسببت في فيضانات في مناطق عديدة كوثر التجاري والتقرير التالي أعلنت السلطات المحلية في جزيرة كورسيكا الفرنسية مصر عدة أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف رعدية عنيفة دربت المنطقة ووفق وكالة الأرصد الجوية الفرنسية فإن بعض المناطق تجاوزت فيها سرعة الرياح 224 كم في الساعة كما أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية عن انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل في الجزيرة بسبب العواصف القوية وقالت السلطات المحلية إنه تم رفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي بشأن مخاطر العواصف الرعدية في كورسيكا التي تشهد موجة طقس سيئة وتشهد فرنسا مؤخراً هبوب عواصف رعدية شديدة إثر أشهر من الجفاف تسببت في فيضانات في عدة مناطق ننتقل إلى نيوزيلاندا حيث تم إخلاو مئات المنازل بعد فيضانات النجمات عن أمطار غزيرة خلال عاصفة دربت بعض مناطق سوثايلاند في جنوب الجزيرة مزيد من التفاصيل في تقرير لحمزة الخطر بلدان أطلقت تحذيرات من موجات حرارة قياسية حارقة وتدع يدها على قلبها بسبب آثار الجفاف وشح المياه فيما تغرق بلدان أخرى في فيضانات وترزح تحت العواصف والرياح العاتية هكذا أصبح المناخ وهذه هي حالة الطقس المتقلبة في العالم ففي نيوزيلاندا جرى إخلاء مئات المنازل بسبب الفيضانات التي تعرفها البلاد العاصفة الاستوائية المنشأ والتي رافقها هطول أمطار أدت إلى فيضان مياه الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق طرق مهمة السلطات كانت قد أعلنت حالة الطوارئ في منطقة الساحل الغربي وفي مدينة نيلسون حيث تم إخلاء 233 منزلا بعد هطول كميات تعادل شهرا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة فقط رئيسة بلدية المدينة راشيل ريس وصفت هذه الفيضانات بأنها حدث يسجل مرة كل مئة عام نوليا دائما وفي أفغانستان حيث شهد الاقتصاد الأفغاني حالة من السقوط بسبب تأثير العقوبات واسعة النطاق والتي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب قواتها قبل عام واحد من البلاد تقرير عثمان الطاهيري لنتابع أفغانستان تعيش حالة من الترقب لمستقبل لا تعلم ساكنة البلاد فصوله آخر ما ظهر للعين هنا فقر وجوع محتمل بل أضحت الأسر تعاني منه بشكل كبير وحسب بيانات ومؤشرات الأمم المتحدة الأخيرة فإن عشرين مليون شخص ما يقارب نصف السكان الأفغان يعيشون جوعا حادا الوضع الاقتصادي الغير مطمئن تسببت في أزمته عوامل كثيرة من بينها حسب مراقبين قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الإفراج عن سبعة مليارات دولار في حوزة البنك المركزي في البلاد يأتي ذلك بعد مرور عام على تجميد أصول الحكومة الأفغانية هكذا هو المشهد في كل مدن أفغانستان أسر تعاني من الدخل المحدود وتعتمد معظم العائلات في البلاد على المساعدات الإنسانية مثل برنامج الغذاء العالمية التابع للأمم المتحدة والتي لا يبدو أنها كافية في المستقبل نعود للخبر الوطني مشاهدنا وبمقر الجماعة الترابية تغساة عقدة لقاء موسع من أجل التشاور حول إعداد برنامج عملها برسم الفترة من 2022 إلى 2018 مزيدا من التفاصيل حول هذا اللقاء مع شيماء بكة بحضور العديد من الفاعلين المحليين ونشطاء في المجتمع المدني تم خلال هذا اللقاء إعطاء الاقتراحات والأفكار من أجل المساعدة في تحديد محاور برنامج عمل جماعة غسات لإستنوات المقبلة المتدخلون خلال هذا اللقاء أكدوا على أهمية التخطيط الاستراتيجي التشاركي في تحقيق التنمية المحلية داعينا إلى التحديد الجيد للحاجيات التنموية بهذه الجماعة الترابية مع اقتراح مشاريع ذات أولوية بالنسبة للسكان المحليين الجماعة قسمت الجماعة إلى ثلاث أقطاب التي ستشتغل لمدة ثلاث أيام وكلها سيشارك فيها النسيج كمؤطن لمجموعة من الورشات التي ستعرفها هذه المحطة اللقاء اكتسى أهمية بالغة كون المجتمع المدني شارك في إعداد البرنامج التنموي للجماعة من أجل تجويده وتقديم مقترحات تهم النهوضة بالمنطقة موضوع آخر يعد مركز بئر الوطن الصيفي بالقصيبة الذي يقع وسط مجال طبيعي خسب واحدا من أشهر الوجهات لقضاء العطل وأكثرها شعبية في المغرب صفية عثمان عادت لنا التقرير التعليل نتابع يعتبر مركز بئر الوطن الصيفي بالقصيبة جوهرة حقيقية تسحر زوارها من جميع الأعمار هذا المخيم الذي تم إنشاؤه في أوائل الستينات من القرن الماضي استفاد من أعمال تجديد كبيرة على مر السنين ويعد اليوم واحدا من أجمل وأقدم مراكز قضاء العطل في المملكة ويتواجد المخيم بمرتفعات الأطلس المتوسط على ارتفاع أكثر من 1200 متر فوق مستوى سطح البحر وهو موقع متمركز في بيئة خلابة وسط نباتات غنية وخضراء على مدار العام مخيم بالوطن حد الآن في المرحلة الثالثة استبدو حد الآن حوالي أكثر من 800 مستفيد على أساس بلوغ 1600 مستفيد مع نهاية البرنامج تتقامنا مجموعة من الأنسيطة سواء تربوية ثقافية اجتماعية وكذلك رياضية حتى استبدو من مسابيع المجاورة وإلى غير ذلك جئنا نحن وخمسين طفلين معنا في مدينة الداخلة جئنا المرحلة الأولى دوزنا في مدينة العريش فراسة الرمل مرحلة الثانية دوزناها الجبلية مخيم في المستوى مخيم زين وطول الحمد لله في المستوى ناس من الضيافين نحن اليوم الغرض عندنا هو الامتتاح بين أطفال الجنوب وأطفال الوسط وأطفال الشمال مدينة القصيبة الصغيرة الملقبة بلؤلؤة الأطلس تقدم مع مناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الرائعة التي تغري الزائرة للاكتشاف تقدم نفسها في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجة الحرارة كملاذ للاستجمام والراحة لأي زائر يبحث عن فضاء للانتعاش والاسترخاء والراحة النفسية مدينة مراكوشتس تضيف خلال الفترة ما بين 17 و27 من غشت الجاري المخيم الصيفي المنظم لفائدة أبناء وبنات العاملين بوكالة المغرب العرب للأنباء وذلك تحت شعار لنطور مواهبنا ويستفيد من هذا المخيم 50 طفلا من بينهم 14 طفلة تتراوح أعمارهن بين 17 و14 سنة ولد حامد علوي في المتابعة تحت شعار لنطور مواهبنا تستضيف مدينة مراكوش خلال الفترة ما بين 17 و27 من غشت الجاري المخيم الصيفي المنظم لفائدة أبناء وبنات العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء ويستفيد من هذا المخيم الذي طال انتظاره بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا يستفيد منه 50 طفلا من بينهم 14 طفلة تتراوح أعمارهم بين 17 و14 سنة ويسهر على تأطيرهم 13 مؤطرا محترفا من بينهم 10 مرافقين بالإضافة إلى ثلاثة أساتذة ومدربين متخصصين في الموسيقى والمصرح والرياضة أنا اليوم جيت المخيم وفرحانة بزف جاني مزيان درنا موسيقى اشتحناها كان واعا شكرا المخيم مزيان نهاله كان مزيان وهكذا برمج الطاقم التربوي لهذا المخيم ورشات تأخذ بعين الاعتبار ميولات ومواهب هؤلاء الأطفال وأنشطة رياضية وحصصا في السباحة وخرجات للمركب الترفيهي بالوزالاند وكذا زيارات إلى مدينة مراكش وناحيتها وإلى الفضاءات الخضراء والمآثر التاريخية والطبيعية بالمدينة الحمراء الحمد لله نجحنا في هذه المرحلة جينا عودنا الأكسيفيتي وحنا بدنا بداية موفقة إن شاء الله مع الوليدات لذلك كان الأكسيفيتي في المخيم كان لسورسي زيارة جمع الفنان كان لسورسي ديال بالوزا لسورسي ديال السينيما وتمثل المخيمات الصيفية التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء كل سنة فضاء للتفتح والتربية على قيم المواطنة مع ترصيخ روح الإبداع وروح الفريق والتعاون لدى الأطفال رياديا نعلن رئيس المكتب المدير لنادي الودادة رياضي سيد سعيد النصر اليوم الخميس التعاقد رسميا مع الإطار التقني الوطني سيد حسين عموتة مدربا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب ولي در جراغي بلاغ للنادي أوضح أن التعاقد مع السيد عموتة يأتي بعد الاتفاق على جميع الأهداف المسطرة وفي مقدمتها مواصلة الرياضة وطنيا وقاريا بالخبر يا رياضي مشاهدين نصل لختام هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أماني الله